السلام عليكم ومرحبا بكم في محاضرة جديدة اليوم سأشرح لكم الright والleft bundle branch block طبعا هذا الموضوع شرحت في فيديو سابق لكن حبيت أشرحه بطريقة جديدة ان شاء الله تنالعجابكم وان شاء الله تقدرون تفهمه أكثر حبيت أسوي لكم نوع من الانيميشن أو السون المتحركة اللي تبين العملية فما رحطوا عليكم خلينا نبدأ فإحنا مثل ما نعرف أنه عندنا في القلب هناك نظام لنقل الكهرباء أو الكتريكال Conduction System of the Heart يتكون من الSA نود اللي هي المسؤولة على بداية الشحنة الكهربائية فتنتقل للأتريوم تنقبض للأتريوم وبعديا تصل الكهرباء للأي في نود اللي تأخرها قليلا ثم تعطيها إلى Bundles of His اللي تنقسم إلى Left to Right Bundle واللي دورها تنطيها للventricles أو البطينات في القلب وبالتالي تنقبض للبطينات وبالتالي يصير عملية طرح الدم إلى باقي أنحاء الجسم فهذه موضحة الأسينود الأي في نود والبندل ملاحظة أنه Left Ventricle هو الأكبر في القلب وبالتالي Left Bundle تكون هي الأكبر والأقوى من الRight وأيضا لازم تعرفون أنه Right Ventricle لازم هذه معلومة تعرفوه أنه هو إلى ممثل الرسومات اللي ترسم هو إلى الجانب الأسفل من القلب أي يمثل الجانب الأسفل من القلب فهذه أيضا لازم ترفزون عليه لأنه مهمة لما أشرح الموضوع الآن رسمت أو إذا تلاحظون هنا عندنا جهازين آيفون شلو نلقصد من عندها أنه الليدات التي تتخلى بالأي سي جي هي عبارة عن مثل كاميرات تسجل مرور الشحنة الكهربائية باتجاهها أو ابتعادها عنها لو مرت الشحنة الكهربائية باتجاه الليد يعني لو ننفرض هذا الليد ومرت الشحنة الكهربائية باتجاهها راح يزداد عندنا الموجبية أو positive deflection ولو الشحنة الكهربائية بتعدت عن الليد راح يصير عندنا negative deflection أو يزداد negative deflection فهذا أمر لازم تعرفوه اللي محتاجي بالright والlift منذ البرانش محتاجين pre-cordial leads أو هذه الليدات التي تتخلى على الصدر محتاجين V1 والV2 والV5 والV6 لماذا اختارت هذولا؟ لأن هذولا الأسهل حتى نقدر نشوف من خلاله ممكن نشوفها باليدات ثانية لكن هذه أسهل طريقة شفتها فأنا اعتبرها مثل كاميرات تتصور فالآن نحن نعرف أن الكهربائي راح تمر بالbundles راح تكون الليفت بندل أكبر من الright بندل طبعاً الV1 والV2 يصورون حاجز القلب هذا السيبتم هناك طلاب يخربطون يقولون الright ventricle لا هذا غلط يصورون حاجز القلب اللي هو هذا السيبتم هذا حاجز القلب اللي بين الright والleft ventricle الright ventricle تصوره الانفيرير ليد الV5 الAV5 وال3 والليد الثالث والليد الثاني مفهوم؟ فتصور الانفيرير ليد ليس يصوروا الV1 والV2 فهذا لازم تركزون أن السيبتم يصوروا الV1 والV2 والV5 والV6 يصورون الليفت ventricle الليفت ventricle أو اللاترال يعني من الليفت ventricle الجزء الجانبي فيصورون الليفت ventricle فالآن أول ما راح تمر الكهرباء راح تبدأ من الSA نود راح تنتقل الAV نود الAV نود راح توزعها الليفت بندل هي أكبر من الright بندل فالكهربائية راح تنتقل في منطقة السيبتم بهذا الشكل من الجهة الليفت إلى جهة الright وخلا شوفكم إياها بهذا الشكل راح تنتقل فراح يظهر لنا شنو راح تظهر لنا طبعا هنا الP wave هي جاي من الأتريون فما لنا علاقة بيها فأول موجة ما لنا علاقة بيها راح نجي نشوف الR wave هنا ظهرت لنا الR wave أو شي بوزيتيف ليش لأنه الكهرباء اتقلت باتجاهها بس نلاحظ هنا ظهر لنا Q wave طبعا هذه الQ wave هي العكاس لهذه الR wave في الحقيقة لأن هنا نشوف الكهرباء ابتعدت من V5 و V6 فطلع لنا موجة سالبة وهنا الكهرباء يصار بها اقتربت من V1 و V2 فصار لنا موجبة فهذه طلقنا عليها R wave وهذه Q wave بعدين راح نشوف أن الكهرباء راح تستمر وراح تنتقل للLift Ventricle أما الكهرباء الرايحة للRight Ventricle فما راح نقدر نسجلها بالV1 و V2 لأنها مبتعدة أو عكس الليدات أصلا ما راح تسجلها وبالتالي راح تسجلها من فير الليد فما لنا علاقة بها أما راح نسجل لحنا الكهرباء هذه الرايحة للLift Ventricle فلما الكهرباء تقترب من الليد V5 و V6 راح يطلع لنا موجة موجبة ولما هي تتبتعد عن V1 و V2 راح يطلع لنا شحنة سالبة أو يعني خلينا نقول Negative Deflection آسف مش عن سالبة قصد يعني ابتعادها فيؤدي إلى ابتعادها شحنة فتسجل ك Negative Deflection أو رسم سالب فبهذا الطريقة وبعدين تطلع لنا T-Wave اللي تمثل حالة Replorization أو إعادة إعادة الاستقطاب اللي هي تمثل حالة نهاية أو Relaxation اللي هي تمثل فترة بدت Ventricles تبدأ عملية الارتخاء فالآن فهمنا فانقباض السبتم يمثل لنا بهذه R-Wave وهذه S-Wave تمثل لنا هذه شحنة الكرباية المبتعدة ونفسها هنا تمثل لنا R-Wave اللي هي تمثل عن القباض Lift Ventricle وبعدين تطلع لنا T-Wave ملاحظة هنا T-Wave دائما تكون عكس الموجة القبلها فلو كانت هذه موجبة كانت هذه انقلبة ولو كانت هذه يعني سالبة فتكون بهذا الشكل طبعا هذا يختلف عن Myocardial Infurction واحتشاء القلب اللي تكون به مثلا صادة ونازلة في حالة إسكيمية المهم ما راح تخل بتعقيداتها لكن فقط تعرفوها بل Lift و Right Bonder Branch راح تظهر لنا هذه الحالة وهس راح شوفكم فالآن هذه الكهرباء رايحة لRide Ventical ما أنا علاقة فراح أعيدها بشكل بسيط بس حتى تفهموها المبدأ شوية يراد لفهم والطلاب دائما يخربطون بي فخل أرجع مرة ثانية الآن نبدأ بالكهرباء في منطقة الحاجز تنتقل من وين من Lift Bundle إلى Right Bundle أو بهذا الشكل فيصر عدنا عملية انقباض ال SFS سبتم فراح نسجلها عن طريق شنو موجة موجبة هنا موجة سالبة لأن هذه مبتعدة عن V5 و V6 وهنا مقتربة من إيش من V1 و V2 بعدين الكهرباء رح تنتقل للLift Ventricle فراح تكون مبتعدة من V1 و V2 وتكون مقتربة من V5 و V6 فراح تنطينا هنا S-Wave وهنا تنطينا R-Wave وهذا رح يكمل التخطيط فهذا الشيء الطبيعي طبعا الآن لو صار عندنا Right Bundle Branch Block معناها شراح يصار عندنا رح يصير عندنا أنه Right Bundle رح تنست Right Bundle رح تنست فبالتالي Right Ventricle ما رح تصل لكهرباء طيب هنا السؤال لو كانت الكهرباء ما رح تصل للRight Ventricle كيف رح ينقبض لأن لو ما نقبض كان مات المريض إذن هو دا ينقبض بس كيف رح ينقبض معلومة لازم تعرفوها أنه خلايا القلب تحتوي على ثغرات بين كل خلية وخلية تسمى Begap Junction هذه الثغرات تسمح بمرور الكهربائية والAction Potential من خلية إلى خلية مجاورة فلو عندنا خلية هنا صار بها Action Potential رح تنقل إلى الخلايا البقية وبالتالي رح تصل الكهرباء اللي هذا Ventricle بس السؤال هنا طيب شنو فايدة لعدل Bundles هذه تعمل على إيصال الكهربائية بشكل سريع إلى كل أجزاء القلب أما الانتقال عبر الخلايا فهو انتقال بطيء انتقال بطيء ولذلك غير مستحب فبالتالي لو انقطعت أحد هذه البندل رح نستخدم الانتقال البطيء فالآن لو انقطع الRight Bundle فمنين رح تجي الكهرباء رح تجي الكهرباء من جهة الليفت لأن الليفت لا يزال شغالة والليفت Bundle لا تزال شغالة وبالتالي عن طريق الخير رح تنتقل الكهرباء إلى الRight Ventricle وراح يصير عندنا عملية انقباض الRight Ventricle لكن هذه العملية رح تصير بشكل بطيء وليس مثل الحالة الطبيعية فرح تكون موجة بطيئة رح نلاحظها بطريق رح أشوفكم إياها هسا رح نشوف طبعا هذه الموجة الأولى موجة اللي رح تجي أو رح تعمل على انقباض الSyptom هذه الموجة الأولى هي نفسها ليش لأن الليفت Bundle لا تزال شغالة وكانت هي أصلا المسؤولة عن انتقال الكهرباء فلا تزال هذه الموجة موجودة فراح نلاحظ وجود R ووجود Q كالحالة الطبيعية لأن لا تزال الليفت Bundle هي المسؤولة عن انقباض الSyptom وبالتالي موجة مبتعدة من هذه الجهة وموجة مقتربة من هذه الجهة فبالتالي المسألة طبيعية لحد الآن الآن الليفت Ventricular رح ينقبض وهذا كما كان في الحالة الطبيعية فراح نلاحظ أنه ابتعاد موجة عن V1 و V2 رح يؤدي إلى وجود قراءة سالبة واقتراب موجة من V5 و V6 رح يؤدي إلى وجود قراءة موجبة كما في الحالة الطبيعية فبالتالي رح ساعدنا هنا S wave وهنا رح تظهر لنا R wave طيب هنا هنا رح تظهر لنا موجة ثالثة ما كانت تظهر في الحالة الطبيعية اللي هي شنو موجة رح تجي من جهة Left Ventricular ذاهبة باتجاه Right Ventricular مرورا بالحاجز وبالتالي رح تسجلها V1 و V2 وهذه الموجة رح تكون بطيئة ليش لأنه تنتقل عبر الخلايا وبالتالي رح نشوف هذه الموجة الثالثة البطيئة اللي رح تسجلنا positive ثاني أو موجة موجبة ثانية سميناها R يعني R الثانية اللي هي ناشئة من شنو ناشئة من هذه الموجة اللي جدت من جهة Left Ventricular إلى Right Ventricular وهنا رح نشوف هنا رح نشوف الـ S-Wave تكون عميقة وبطيئة عميقة وبطيئة يسموها Slurred S-Wave أي بطيئة ليش رح تكون لأنه رح تكون موجة مبتعدة وبشكل بطيئ من V5 و V6 فراح تسجللنا قراءة سالبة بطيئة وهنا رح تسجللنا قراءة موجبة بطيئة فبهذا الشكل رح تكون Right بنضل Branch Block فخلي نعيدها بشكل سريع حتى تم فهم الموجة الأولى رح تكون كما في الطبيع في القراءة الطبيعية فراح تسجللنا Positive Deflection أو قراءة موجبة بعدين هنا Negative Deflection وراح بعدين الموجة رح تروح للLift Ventricle فراح تسجللنا هنا S-Wave وهناك R-Wave بالV5 وV6 بعدين رح تكون موجة ثالثة غير طبيعية بطيئة تنتقل عبر الخلايا حتى تعمل على انقباض R-Ventricle فراح تسجللنا لأنه متجهب اتجاه V1 وV2 رح تسجللنا قراءة موجبة وهنا رح تسجللنا قراءة سالبة ويكون بطيئة فسموه S-Wave إذا تلاحظون هنا T-Wave انقلبت لأنقلت لكم عكس آخر موجة فأيضا هذا لازم تخلو ببالكم هس رح أشرح لكم Lift Bundle Branch Block Lift Bundle Branch Block لما تنقطع Lift Bundle هذه فلو انقطعت الآن السبتم لازم ينقبض ولازم تصير عملية Action Mention داخل السبتم فمنون راح يكون مسؤول عليها هنا ما عدنا غير Right Bundle فراح Right Bundle هي تكون مسؤولة فراح الكهرباء الآن تنتقل بهذا الشكل اختلافا للحالة الطبيعية ليش لأنه هنا ما عدنا Lift فقط Right فالRight راح يكون مسؤول على انقباض الحاجز القلب فالآن هنا راح نشوف انه R-Wave هذه كانت كبيرة في المرة السابقة الآن تكون صغيرة جدا أو مرة تكون غير ظاهرة ليش لأن الكهرباء بدت تبتعد بدت تبتعد عن القلب تلاحظون الكهرباء بدت تبتعد عن V1 وV2 وراح نشوف زيادة في السالبية لأن كهرباء مبتعدة أما في حالة V5 وV6 لنشوف كهرباء بدت تزداد موجبة ليش لأن كهرباء بدت تتجه باتجاه V5 وV6 خلى عيد لكم إياهم الآن شوفوا الكهرباء بدت تمشي من Right للLift طبعا هذه P-Wave ما لها علاقة هذه جاي من الأتريوم ولا تخربطون فالمهم هنا راح نشوف R صغيرة أو غير مظاهرة ونشوف زيادة في السالبية وهنا راح نشوف راح نشوف R موجبة ليش لأن كهرباء بدت تتجه باتجاه V5 وV6 بالحالة الطبيعية كان يظهر لنا Q-Wave لأن كانت عكس هذا المتجه كان عكس الآن انقلب المتجه بالكامل وبدأ يتجه باتجاه V5 وV6 طيب هذا أول شيء راح نشوف هذا الكهرباء الرايحة للرايت Ventricle راح نهملها راح تجي موجة ثالثة من الكهرباء هل مرة من وين من الرايت Ventricle حتى تغذي لأن Ventricle لأن Left Ventricle الآن انقطعت عن التغذية بالكامل أو الكهربائية فما راح تصل للكهرباء فلازم ينقبض حتى لا يموت الشخص فكيف راح نقبض أيضا عن طريق الخلايا اللي هي تكون عملية بطيئة وتالي راح تصل الكهرباء بشكل بطيء إلى Left Ventricle وبالتالي راح تحاول انقباض القلب راح نشوف انه هذه كهرباء راح تظهر بهذا الشكل راح تكون بطيئة فبالتالي راح تسجل راح ثانية بطيئة وراح نشوف انقلاب T-Wave ستكون عميقة أو Deep S وطبعا T-Wave راح تكون صاعدة لفوق أو Peaked T-Wave لأنه تكون عكس آخر موجة وهنا نفس الشي هنان راح نشوف مرات يسموها M-Shape شكل حرف M أو مرات تظهر فقط Monophasic لكن تكون موجبة كبيرة وبطيئة فهذا مهم فهذا بالنسبة Left Bundle branch فهذا سأختصر لكم بهذا الشكل فالآن نشوف هنا R S R داش ستشوف R صغيرة بعدين S هذا الموجة النقل بعدين R داش لماذا ظهرت لنا هذه R الثانية ظهرت لنا من النقل البطيء من النقل البطيء للكهرباء عن طريق الحاجز القلب يعني تأخذ الكهرباء من تنقله للريت بشكل نقل بطيء عن طريق الخلايا فظهرت لنا هذه R الثانية داش نشوف طبعا هنا عدنا مسألة يسموها Q R S أو Q R S راح يصير بزيادة ليش Q R S في الحالة الطبيعية تقريبا 0.12 من الثانية 0.12 أو 120 ميلي سكند فرح يكون تقريبا 3 مربعات أما في هذه الحالة راح نشوف Q R S راح يزداد ليش لأن Q R S صار واسع ليش هذا كله نتيجة لعملية النقل البطيئة لأن هذه النقل البطيئة راح تأخذ وقت أكثر فبالتالي راح تسوي Widening of Q R S فهذه أيضا نقطة مهمة لازم تخلوها ببالكم فالآن دا نشوف هنا عندنا شوف R S هذا المركب شوف شكله حفظه بال V1 بال V6 دا تشوف وينش عندنا S-Wave أو S-Wave بطيئة S-Wave بطيئة وهنا بال Left Bundle Branch صار عندنا R-Wave تكون شبه معدومة أو صغيرة و S-Wave تكون Deep عميقة وأيضا بطيئة وهنا راح يصير عندنا M-Shape M-Shape أو مرات مشرط M-Shape مرات فقط يكون شكلها بهذا شكل موجبة كبيرة لكن تكون بطيئة وواسعة وراح نحاح انقلاب T-Wave وهنا ايضا اذا تلاحظون انقلاب T-Wave فهذه ايضا خلوها ببالكم فهذه الاشكال حاولوا تحفظوها الآن فهمتوها وكانكم تعيدون الفيديو اكثر بما راح تتفهموه لانه موضوع بهذه السهولة لكن حاولت تقرر بالصورة قدر انمكان خلينا امثلة الآن فالآن نلاحظ اهنان اختفاء R وDeep S بالV1 وV2 ونلاحظ بالV5 وV6 نلاحظ انه عدنا موجبة موجبة كبيرة بنفس الوقت بطيئة وعدنا انقلاب T-Wave اذا هذا Left Bundle Branch Block الآن نلاحظ نفس الحالة هنا عدنا Left Bundle Branch لنفس الاعتبارات اللي ذكرتها الآن نلاحظ هنا عدنا R S R- وعدنا انقلاب للT-Wave بالV2 ايضا R S R- انقلاب بالT-Wave وطبعا هنا عدنا Slurred S أو S البطية في V5 وV6 إذن هذا Right Bundle Branch هذا أيضا Right Bundle Branch لنفس الاعتبارات الذكرتها يعني شغلة بسيطة تصور هنا طبعا عدنا حالة يسموها P-V-C أو Premature Ventricular Contraction مرات عدنا لما تطلع Octopic Beats أو ضربات هاجرة من جزء من القلب راح تنطينا شكل Bundle Branch فإذا كان شكل كما في هذه الحالة لو نجي على شكلها بالV-1 راح نلاحظ أنه شنو تكون مجبية كبيرة ومقلوبة T-Wave وهنا عدنا Slard S هذا شكل Right Bundle Branch قريب يعني مو مين بالمين قريب على Right Bundle Branch إذن منشأها من جهة اليسار من جهة Left فلو كان شكل شكل Right Bundle Branch إذن منشأ الضربة الهاجرة أو الضربة المنتبذة من جهة اليسار أو من جهة Left Ventricle ونفس الحالة لو كان عندنا شكل Left Bundle Branch إذن طالع الموجة الهاجرة شكلها يشبه الضربة الهاجرة المنتبذة إذن ضربة منشأ بالقلب بشكل غير منتظم وغير منظم يعني مو خارج نطاق سيطرة القلب تنشأ ضربة من جموعة خلايا مو عن طريق الجهاز الطبيعي من S-A Nodes والAV Nodes فبالتالي تظهر لنا هذه ضربة فلو انشأت من جهة الآن من جهة Left رح تنطينا شكل Right Bundle Branch ولو انشأت من جهة Right رح تنطينا شكل Left Bundle Branch فالآن هنا عندنا منشأة من جهة Right فرح تنطينا شكل Left Bundle Branch شون عرفنا Left الموجة الهاجرة بها Deep S وهنا عندنا طبعا هنا عندنا ال-Positive عالي ومغلوبة T-Wave بال-V-V-V-V-6 فبالتالي تشبه تشبه شوفوا ما قلت 100% بس دقوك تشبه Left Bundle Branch فإذا هي منشأها من Right Ventric فهذا بالنسبة لموضوعنا اليوم ان شاء الله تكونون استفاديتوا وألقاكم في فيديوهات ثانية السلام عليكم